أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين الحقيقة عايز أقول لحضراتكم انتقل إلى رحمة الله تعالى مستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق كل طبعاً العزاء والمواساة لأسرة الرجل المحترم الخلوق الحقيقة رئيس نادي الزمالك الأسبق المستشار جلال إبراهيم ويعني اللهم ألهم أهله الصبر والسلوان والحقيقة مننا هنا من داخل القناة الحقيقة بنقول البقاء والدوام دايماً وإن لله وإن إليه راجعون أرجع مرة تانية لكريم سعيد وأحمد سابت يعني خليني أبدأ معك يا سابت بتشكيل سموحة المتوقعة طبعاً بتشكيل سموحة المتوقعة هم يعني بيلعبوا كابتين أحمد سامي من المدربين اللي بتلعب بكورة هجومية بشكل كويس جداً أحياناً بيلعب 4-2-3-1 وأحياناً بيلعب 4-3-3 في حراسة المرمة الأقرب بكرة الهاني سليمان طبعاً هو ما بيغيرش في الأربعة اللوارة يعني الأربعة اللوارة ما بيغيرهمش الاتنين المساكين رجب نبيل ومحمود عزت ماشيين بشكل كويس خاصة رجب نبيل أكتر مدافع في الدوري عنده معدل تشتيت له الكورة أحمد رمضان بكهم هو الباك رايت والباك ليفت اللي هو المعار من النادي الأهل محمد شكري واللي بيقدم يعني عنده بعض الأخطاء الدفاعية ولكن بيقدم موسم كويس مع سموحة نيجي ليه التلاتة اللي ارتكاز حليمو وعبد الرحمن عامر والتالت بتاعهم كناريا كناريا هو اللي أحياناً بيحول طريقة اللعب من أربعة تلاتة تلاتة وأحياناً أربعة تلاتة واحد بعملية الزيادة واللي هو بيزيد وراح منتخب مصر يعني في الفترة الأخيرة بيعمل دور صناعة لعب ولعيب مميز جداً الأطراف صديق إجولة اللي هو النيجيري وحسين فيصل اللعيب المميز جداً اللي مشى من نادي الزمالك ونيجي قدام مروان حمدي اللي راح منتخب مصر ولعب أساسي في المباراة الأخيرة مع منتخب مصر تعالى نشوف الشكل ده بتاعهم في الملعب بيبعامل ازاي ده ده الشكل بتاعهم طبعاً سموحة هنا في مباراة انبيكا اللابس اللبيض أدي الأربعة وأدي التلاتة في وسط الملعب دول الآرب قدامنا ان هو يلعب بالشكل ده ليه لانه طبعاً بيلعب النادي الأهلي بس كابتن أحمد سامي في مباراة النادي الأهلي دايماً بيلعب جيم مفتوح ما بيقفلش الجيم قوي دايماً هو بيبقى عنده مستو في التلاتة اللي قدام بيبقى فيه مركزية يعني مروان حمدي هنا وحسين فيصل ويصديق أجولة مروان حمدي دايماً بيتحرك على الطرف وينزل يسقط يفتح مساحات اللي جاي من وراء حسين فيصل اللعيب الخطير جداً اللي هو الجناح الشمال ويصديق أجولة ناحية اليمين فده الشكل بتاع الأربعة تلاتة تلاتة بتاع فريق سموح تمام طيب السؤالة كابتن أسلام اللي بيدور في أذهان جماهيري نادي الأهلي فيه آخر يومين مين هيبقى بديل علي معلول ومين هيبقى بديل عمر السلية وهل ممكن الغيابين دول يخلوا بيتسو موسيباني يفكر فيه تغيير طريقة الأهلي وربما دفعنا حتى متاح أن بيتسو موسيباني يرجع ليه أربعة اتنين تلاتة واحد لكن لو افترضنا مثلاً نحن نشوف الشكل من وجهة نظر الشخصية طبعاً اللي ممكن النادي الأهلي يبدأ بيه مباراة بكرة أشوف أن احنا أتمنى على مستوى الشخص أن احنا نكمل بيه اللعب بنفس الطريقة التلاتة أربعة تلاتة اللي احنا ابتدعناها من أول الموسم ونتكلم هنا على البداية أنا في وجهة نظري مباراة بكرة وطريقة اللعب تلاتة البعض تلاتة دي وغياب علي معلول ربما تكون فرصة سانحة لدخول كريم فؤاد لتشكيلة الفرق كريم فؤاد واحد من اللعيبة الجوكر في الأربع مراكز على الأطراف يعني لعبك يمين لعبك شمال ولعب جناح شمال ولعب جناح يمين فبالتالي أنا شايف أن الطريقة دي مع غياب علي معلول إن شاء الله بنتمناله الشفاء والرجوع في أغرب وقت أن يخش كريم فؤاد يلعب كان علي معلول مع الإبقاء على أيمن أشرف في مركز المساك ووجود بدر بنون ووجود حمد فتح نكمل زي ما احنا مفيش قد المشكلة نجي بخط الوسط مع غياب عمر السلية أنا في وجهة نظري ربما نرحل أكرم توفيق للدخول مع يلعب مع أليو ديانج ويعمل لنا شكل ارتكازي قوي في مباراة بوكل ليه بقى؟ لأن التناثة البعض في وجهة نظري هي عاملة مشكلة لكل مدربين المدولي السندي شافية عملوا معاه في أزمة هو حاجة متنين ما هتغطك بدول الملعب زي كارترون ما قلنا وزي ناديل إسماعيلي هابدأ يبقى عندي مشكلة وورا في الدفاع طيب هلعب ديفانس يبقى أنا النهاردة هابعد تماما أن أنا أقدر أخاطر وهاجم الناديل أهل فبالتالي بيأملك أنت بالشكل الدفاع وضع في الأتبار بقى أن إحنا هنلاعب بكرة نادي سموحة اللي خلال الأسبوع الماضية بييننا عن مستوى الشخصي أنه هو قوي جدا جدا هجوميا وعنده مشكلة كبيرة جدا 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 دفاعية للدرجة اللي خليته مش قادر يحافظ على تقدم على نادي الاتحاد ما قدرش يحافظ على تقدم بتاعه المباراة الوحيدة اللي انتصر فيها بنتيجة مريحة كان قدام فريق أمانة بصراحة الغاد دلوقتي واضح جدا جدا أنه هو هيكون حصالة الدورة طيب نبص على الشكل بتاع فرقة سموحة ونيجي نقول إيه أكبر مشكلة عند نادي سموحة في المباراة اللي لعبة في الدورة كبيرة إسلام نادي سموحة دخل فيه خمس أهداف ثلاثة منهم كرات عرضين ثلاثة واثنين منهم ضربات جزائل صورة اللي معانا قدامنا عايز بس ألكس فيها الحاجة دي من مباراة نادي سموحة وإمبي في الأسبوع الأول الكرة دي كانت ضربة روكنية لنادي إمبي ارتدت لنص الملعب استلامها اللاعب وعايز نبص على المساحة اللي ورا دفاع نادي سموحة ونبص على اللاعب ده ونشوف ازاي اخطأ في التمركز والخروج من منطقة دفاع وبالتالي كشف مصيادة التسلل عشان يسمح لنادي إمبي ولعبه ان هو يقدر يجيب الهدف زي ما هنشوف فيه الصورة اللي بعديها بالزبط الكرة راحت وطبعا خلاص كده التسلل قصر وبالتالي نادي إمبي قدر ان هو يجيب نشوف برضو صورة أخرى من مباراة نادي سموحة والاتحاد ودي ده صورة الهدف التاني لنادي الاتحاد نرجع معلش الصورة اللي قابليها عشان برضو نسبة نفس الخطأ اللي حصل أيوة بالزبط نبص كده على اللي آخر لاعب من نادي سموحة هنلاقي ان هو برضو خرج بشكل متأخر من الدفاع وبالتالي سمح للاعب نادي الاتحاد ان هو يكسر مساء التسلل عشان فيه لمركز خاطئ وبالتالي قدر يجيب الهدف هدف التعادل الرابع لنادي الاتحاد جي برضو من كرة عرضية بسوق التمركز فبالتالي تاتة ربما ما يكونش فيها المساحة نلعب كوات عرضية كتيرة ولكن لازم كون احنا عارفين ان اكبر مشكلة عند نادي سموحة في الدفاع هو التمركز الدفاع بتاع نادي سموحة دخل فيه خمس اهداف تلاتة منهم من كوات عرضية وجايين من عند الجبهة اليوصل يعني برضو هنا نبص عايز نبص على ظهير نادي سموحة في مساحة تمانية متر ما بينه وما بين لعب نادي الاتحاد بيرفع الكروس وبالتالي هو لعب لحد ما بيحلق شكري لعب بيحلق اكتر ما هو بيضغط وبالتالي بيسمح للكرة العرضية انها تتلاعب بسهولة ونشوف هنا لعب نادي الاتحاد ان هو يقدر يخطف الكورة نبص الصورة اللي وراها ونشوف ازاي قدر يعمل الجمب ويسرق الاثنين مساكين بتوع نادي سموحة ويخطف الكورة من وسطهم في الدقيقة خمسة وتسعين عشان يحقق الهدف الرابع لنادي الاتحاد ويخرج متعادل رغم ان هو كان متأخر أربعة واحد مدقيقة أربعة وخمسين فواضح جدا جدا دي مشكلة نسموحة وفي نفس الوقت بصراحة دي مشكلة لكن هم عندهم ميزة كبيرة في الشكل الهجومي بتاعهم مروان حمدي فعلا لاعب لما بعد عن الأضواء وبعد عن أندية القمة وبدأ يلعب في نادي مع الهوش يعني ضغط إعلام كبير وضغط جماهيري بدأ فعلا يلعب بشكل كويس ويغاد دلوقتي جايب أربع أهداف زيه زي علي معلول في النادي الاهلي طيب قبل ما نروح للتنظيم الهجومي رجب مساء الفل إن شاء الله نكسب تلاتة كابتن نحمد سامي بيهاجم وبيفتح الملعب شريف اتنين تاو واحد عندي سؤال بس للمحترمين إيه رأيكم لو مسيماني لعب اتنين مهاجمين لعب اربعة اربعة اتنين خطة مختلفة عن تلاتة اربعة تلاتة ومختلفة عن اربعة اتنين تلاتة واحد وكده هتكون حيارة المنافسين ده رجب مساعد أنا متفق معاه جدا في المباريات اللي هي بتقوم قدام المقفولة اللي هي قدام زي مباراة البنك الاهلي زي مباراة المقاولين هتفق معا ان احنا فعلا في المباراة المقفولة ممكن بس هو بيهاجم مسيماني هو خلاص مسبت تلاتة اربعة تلاتة وفي بعض المباراة اه هيحتاج رأس حربة تاني لما المباراة تكون مقفولة دي وجهة نظر المدرب يعني لكن أنا بشوف ان البكرة كابت الاسلام عندنا حلول تاني يعني في الباك الشمال بكرة عليه معلول غايب هو عنده حلين من القايمة بتقول كده يا اما كريم فؤاد يا اما الحل التاني ان هو يودي ايمن اشرف ايمن اشرف باكليفت ويدخل ياسر ابراهيم مع حاسي فاتحي كمساك ثالث يبقى حافظ على طريقة اللعب ده الحلين الموجودين ناحية الباكليفت طيب غياب عمر السلية ايه الحلول المتاحة زي ما كريم قال حيلعبها بشكل كويس جدا وفيه عمار حمدي عمار حمدي برضو يقدر ان هو ده يعني عمار حمدي بيلعب ممكن يلعب جنب ديانج في الحتة دي ففيه حلول كتير للنادي الاهلي في المكان ده يعني طيب وليد بيقول اتمنى يبدأ بعمار مكان السلية وكريم مكان معلول عمار عنده قدرة على تطوير الرجوم زي السلية وكريم عنده لعب مهاري وحماسي وحينشط الناحية الشمال التشكيلة هو حد محمد بيقول حداشر رجل في الملعب بروح الفانيلا الحمر كبير بيقول كل الارقام بتتغير من اي فريق بيلعب قدام الاهلي اي فريق بيقابل الاهلي بقدره قادر يبقى خرافي ماشي تحياتي لك يا جبت الاسلام انت اشكرك جدا بس كريم فؤاد بدل معلول وعمار مكان السلية وعبد القادر مكان شريف يعني بتتبين الاراء الحقيقة عن هذا الامر خلنا بقى نروح للتنظيم الهجومي لفريق نادي سموح تعال نتفرج ازاي كابتين احمد سامي بيأثر في الشكل الهجومي بتاعهم تعال بص على الاتنين لعيبة اهم اتنين لعيبة في سموحة في الناحية الهجومية حاليا حسين فيصل ومروان حمدي اي بص الفيديو ده طبعا ده حسين فيصل اللي هو بيلعب جناح شمال دايما مروان حمدي فين الموجودة ما بين الباك والمساك دايما تحركاته في العامق عشان كده دور حمدي فتح بكرة في الحتة دي مهم انه يقفل ياخد المهاجم دايما حمدي فتح هو اللي بيأخد رأس الحربة والاتنين المساكين جنبه اي فده بيقطع في العامق اهو بحسين فيصل اللي عبهله نكمل الصورة التانية حاليا الكرة وصلت راح تنفرج جات هدف لي سموحة من خلال السيست حسين فيصل والمروان حمدي نفس الشكل برضو استرن كامبان اذا في جملة متخفزة او تحركات بيهو بيطبقها في اللا مركزية هنا جاي مين ناحية الشمال سديك اجولة دي اللا مركزية وحسين فيصل كان صنع العاب يعني بيقرب منه ادي الاتنين من الجمعين عاملين كسافة عددية ومروان حمدي برضو بيسرق الدفاع بيتحرك ما بين المساك والباك او ما بين الاتنين المساكين في المساحة ما بينهم ادي 14 متر نفس الكلامة هو هتتلعب له نجي بالصورة اللي بعدها هنلاقي انه هي اتلعبت له ما بينهم وقدر انه هو يسجلها هدف اذا اهي اتلعبت له وقدر انه هو يسجلها هدف لازم نخلي بالنا من تحركات مروان حمدي ما بين الاتنين المساكين هنا دور حمدي فتح بكرة في اغلاق وطريق 3-4-3 مهمة بكرة في اغلاق العمك الدفاعي خاصة مع تحركات مروان حمدي اللي بيمر بفترة انت عاشا نكمل الجزء التاني حسين فيصل زي ما اتكلمنا على مروان حمدي تعالى نشوف حسين فيصل اللعيب التاني المهم المميز كرته حلوة لعيب مهاري وكويس جدا ودايما بيطع للعمق دايما هو بيطع ليه العمق وبيخش لجوه عشان يشوت او يعمل سنائية معه سواء طبعا ده كان موجود عبد الكبيري الوادي اللي هو مصاب الله مش عارف اذا كان هيبقى متواجد بكرة ولا لا او حيلحة ولا لا بس هو مصاب جاله مزقف العضلة الضمة لعيبها ليه حسين فيصل برضو ادي حسين فيصل فين كان موجود هو في الجناح دخل لجوه وشاة اذا اكرم توفيق لازم يخلي باله هو طبعا والتلاتة المساكين لو اكرم بدأ كباكرايت يخلي باله من تحركات حسين فيصل اللي هو بيخش دايما لجوه ويعمل سنائية معه مروان حمدي لو نفتكر مفروض لا اكرم ملوش علاقة مش هو اللي هيخش معاه لغاية ده يعني يخلي باله ان هو يسلم يعني لو خدنا بالنا السنة اللي فاتت كان مصطفى فاتحي واحمد عبدالقادر وحسام حسن التلاتة اللي قدام كان فيه لاء مركزية السنة دي هو بيطبق نفس الفكر ميزة كابتن احمد سامي بأسماء اخرى بأسماء اخرى عنده فكر بيحاول يطبقه بيحاول يطبقه في اللاء مركزية حسين فيصل صديق اجولة وقدام مروان حمدي نفس الفكر بالزبط نخش بعد كده برضو على اجولة اجولة بقى مستو في ايه ده التالت بتاعهم مستو ان هو دايما بيتحرك في ظهر الباكليفت يعني دايما واخد المساحة في ظهر الباكليفت وبتتلعب له بصوا كلهم بيبصوا فين ومروان حمدي بيلعبها بوش رجله الخارجي عشان صديق اجولة يسجل جون من في المساحة اللي ورا صبر رحيل زهير ايصر الاتحاد السكندار ادي الكورة يبصوا صديق اجولة دايما بيسرق اللي ايه الباكليفت هنا الباكليفت اللي حيلعب بكرة عشان كده هل اقرم هل ايمن اشرف ولا كريم فؤاد عشان صديق اجولة حيتحرك فيه المساحة دايما الموجودة في ظهر الباكليفت تعال نشوف هل الكورة دي الكراري التاني برضو بهدف تاني قدام استرن كامباني نفس الشكل نجيب الصورة اللي بعدها برضو طبعا هو هنا بيسجلها قدام الاتحاد السكنداري نفس الشكل برضو من على خط المرمى نفس الكورة كربونة صديق اجولة ومروان حمدي برضو متحرك فيه المساحة اللي ما بين المساك وما بين الباك صديق اجولة دايما بيقطع وبيسرق الباكليفت فاذا خطورة التلاتة اللي قدام قد يصديق اجولة بيسرق الباكليفت حسين فيصل بيخش للعمق مروان حمدي جايين من وراء تمام اخيرا اهم مشاكل سموحة الدفاعية هنتكلم بقى على المشاكل التماركس زي ما كريم اتكلم عليها وقال انهم عندهم مشكلة واضحة فيه التماركس فيه الكرات العرضية واضحة جدا يعني بص علىك ده كلهم وقفين بيتفرجوا على الكورة بص كلهم كلهم وقفين بيبصوا على قاعة الكورة وسيبين المان بتاعهم ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تمان لعيبة من سموحة وقفين في منطقة جزاءهم مقابل تلاتة يعتبروا جوه المنطقة واربعة جوه المنطقة والكورة دي جات هدف يعني الكورة دي جات هدف عندهم مشكلة واضحة فيه الكرات العرضية لازم بكرة يكون فيه تكسيف وطريق تلاتة اربعة تلاتة بتعتمد اكتر على ان انت انطير الزهرين وبيعملوا عرضيات اكتر فلازم يكون فيه تكسيف للكرات العرضية خاصة لانه ده ابرز نقطة ضعف في سموحة هي التماركز فيه الكرات العرضية خاصة في المساحة اللي وراء الباك رايت والباك ليفت يعني هنا سعيدو سنبوري بيرفعها لي يعني اللعيب اللي بيجيبها اللعيب مش طويل القامة يعني اللعيب قصير وبالتالي دي مشكلة واضحة فيه التماركز نكمل برضو بقية المشاكل الدفاعية دي كرة اتحسبت ضرب الجزاء برضو جاية منين اساس ضربة الجزاء لانه الاتحاد من كرة عرضية برضو جاية في المساحات اللي وراء الظاهرين اتلاعبت محمد شكري هنا محمد شكري لعيب مميز اوى على المستوى الهجومي لكن على المستوى الدفاع لسه محتاج يكتسب خبرات في التخطيئة العكسية وفيه التماركز والمساحة الموجودة هنا طبعا عمل ضربة جزاء واتحسبت لمسة يد عليه اذا جاية برضو من خلال ايه كرة عرضية ففيه مشاكل واضحة فيه المساحات الموجودة وراء الظاهرين وفيه مشكلة فيه التماركز فيه الكرات العرضية نكمل كده تمام فيه حاجة ده برضو نفس المشكلة برضو اللي كريم تكلم عليها اللي هي التماركز فيه الكرات العرضية وكان فيه واحد مرحل وراء ده يعني ده ابرز نقاط ضعف اسموحة لازم نستغلها بكرة زي ما قلت الحدك المساحات الموجودة وراء الظاهرين الحاجة التانية لازم نخلي بالنا ونكسر من الكرات العرضية لان ده حل مهم جدا مين الاقرب للفوز ان شاء الله ان شاء الله لازم يقالك نحقق الانصار السادس فعلا انصار مهم ان شاء الله قبل التوقف الدولي اللي هيمتد اللي اعتقد ما هي اقرب من 25 يوم كام نتيجة ممكن تكون كام ان شاء الله العشا انتو الاثنين مالي جدا وانا مين فيه كل عجيب العشا للتاني ان شاء الله بكرة نكسب 2-0 2-0 مين اللي عجيب اللي جوان اتمنى عن مستوى الشخصي بيرسي تاو ومحمد شريف 2-0 بكرة ان شاء الله محمد شريف وافشا على رغم من ان انا شايف انها مباراة صعبة جدا الحقيقة مباراة سموحة تظل دائما من المباراة الصعبة جدا لكن خلينا نشوف من هيكسب العشا ان شاء الله انتو اللي عجيبوه مشانا نختلفنا في المسجلين الاهداف هو البرسي تاو وانا قلت شريف واشا شوف ممكن ولا واحد شوف يجيبوه انا اللي اجيب اللي عشا انا بشكركم شكرا جزيلا على التوجهتكم معنا وان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي بكرة ان شاء الله شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين زي ما قلت لحضراتكم الكل ينتظر بكرة ان شاء الله نهاية مباراة النادي الاهلي ونادي سموحة وان شاء الله كل عضاء الجمعية العمومية في النادي الاهلي يكونوا متواجدين يوم الجمعة ان شاء الله لحضور فرح الانتخابات احنا دايما بنسميه فرح الانتخابات لان انت كعضو جمعية عمومية بتبقى عارف او عايز تعرف ايه اللي حصل خلال الاربع سنوات الماضية وتنتخب مجلس ادارة جديد للاربع سنوات القادمة بناء على رؤية لعشرين مرشح من ستختار طبعا دي بتبقى دايما متروكة لاعضاء الجمعية العمومية في النادي الاهلي لان اعضاء الجمعية العمومية في النادي الاهلي عندهم وعي مختلف الحقيقة عندهم رؤية دايما بتكون مختلفة لشان كده انا متأكد ان شاء الله ان يوم الجمعة هيكون عدد كبير جدا جدا من اعضاء الجمعية العمومية متواجد ان شاء الله في مقر النادي الاهلي في الجزيرة لانتخاب مجلس ادارة جديد للنادي الاهلي عشان تبقى حضرتك شاركت ولو بصوتك حتى وزي ما كابت الخطيب قال صوتك بألف صوت او بخمس تلاف صوت فلو حضرتك شاركت ان شاء الله ان شاء الله الكل يكون متواجد يوم الجمعة القادم وزي ما قلت لحضراتكم وسائل المواصلات في كل حتة من خلال النادي الاهلي والأبريكيشن وحاجات كتيرة جدا جدا يعني من خلال الدكتور سعد شلبي في الفقرة السابقة مع الاستاذ ابراهيم المينيسي في برنامج الاهلي ينتخب قال على كل هذه الامور عموما نتمنى يا رب كل التوفيق يا رب بكرة لنادي الاهلي وان شاء الله في مباراته امام سموحة وان شاء الله يوم الجمعة ننتظر حضراتكم في النادي الاهلي في مقر النادي الاهلي بالجزيرة وزي ما قلت لحضراتكم دايما يوم الجمعة هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة من خلال قناة النادي الاهلي لنقل أحداث انتخابات النادي الاهلي من الساعة 8 صباحا وحتى انتهاء هذه الانتخابات وان شاء الله يكون تم تحديد مجلس إدارة جديد بعد نهاية هذا اليوم التويق اشكركم وان شاء الله يلتقي مع حضراتكم في الفترة القادمة ويكون انا ان شاء الله هطلع في البيت الكبير ان شاء الله يوم الحد القادم ولكن ممكن نكون مع حضراتكم ان شاء الله يوم الجمعة في انتخابات النادي الاهلي اشكركم واشوف حضراتكم على خير